نتكلم عن مباراة للسعودية وازاي المدرب قدر انه هو يخطط لهذه المباراة بهذا الشكل انه يقسم الشوط الاولاني يلعب الشوط الاولاني بطريقة غير الطريقة اللي لعب بها الشوط التاني وهنا عايز اتكلم عن شخصية المدرب صحيح دي الجزء هو شخصية المدرب تنعكس على شخصية اللعيبة في بعض المدربين ما عندوش شخصية الفنية ممكن يبقاش زهن اللعيبة حاضر في الملعب ما يقدرش يطبق ما يقدرش يوصل افكاره للعيبة احنا بنتكلم على مدرب زي ما تكلمنا بالفاصل انجازاته كبيرة جدا منتخب السعودي مش متعود على مثل هذين نتائج في المونديال دايما بنروح كمنتخبات عربة بشكل عامي يعني شخصية الموضوع مخصص ويمكن اخر المونديال السعودية مغلوبة بخماسية من روسيا في الافتتاح فمش متعودين على النتائج دي النهار ده راجل غير كل ده تماما وعمل ارقام كياسية النهار ده اول منتخب عربية واسيوي يفوز على الارجنتين اول خسارة للارجنتين في مباراة يسجل فيها ميسي من 2009 سلسلة انتصارات مدتالية للمنتخب الارجنتيني 36 وكان على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة رقم المنتخب الايطالي ب37 مباراة بلا هزيمة انت النهار ده كمنتخب سعودي بتحقق الانجاز وبتمل سطر تاريخ للانجاز لان انت درست المنافس كويس وقدر تلعب على النقاط التقوى والضعف كنا مشوف طوالوقت حتى ميسي ما عندوش المساحات اللي يقدر يستغلها ميسي الحتة بتاعت انه كل ما يستلم الكرة في نص الملعب بتلاقي دايماً تلاتة حواليه اللي هو كانه عمل مات شهايه في نص الملعب وسلمان الفرج والملك التلاتة دول دايماً عاملين مسلس ضغط كبير جداً على ليوني الميسي بيحرمه من انه هو يعمل اللقطات الفردية بتاعته بيمنع انه يمرر لحد من زميله بيقاطع عنه زي ما يقوله كده الماء والنور فدي ما تقدرش تقولين ده مش شغل مدرب المدرب قدر نوى يتحكم في المباراة السماء كشوط اول يقدر نوى يجر المنتخب الارجنتيني اللي ما صادت لسلل بتاعته ومتأكد انه عارف انه الفارح يديله حقه في كل لقطة والشوط التاني والاهداف لو تلاحظ محمد جات في توقيت مبكر جداً نحن نتكلم على اول 8 دقايق من شوط التاني اللي كل الناس كانت متوقع عن شوط التاني وارجنتينة تنزل ضغطة والارجنتينة نفسها ممكن لعبت والارجنتينة نفسها كتحسن الماتش في المتناول وبنسجل وبنقل طب ما خلص الفوز مسألة وقت ولكن في الشوط التاني بنشوف انه في اول 8 دقايق المنتخب السعودي بيسجل هدف وبيسجل الهدف التاني وانا عايزة شيد طبعا بيسلم الدسر طب اللعبها كتير يعني ولكن سلم الدسر هدف تاني جميل جداً هدف انا وجهة نظري انه هو على طريق شكابالا القطم لبرا ويشوت وتحط وضعية اللعب والناس اللي ممكن بتلعب بليستيشن تفهم ده انه انت لما بيلعب وضعيته مش مستقرة او رجله مش مزبوطة مش مواجهة المرمو مش مواجهة المرمو ممكن ان الكرة ما تبقاش مزبوط قوي ولكن هو يبقى بالوضعية ديت ويلم البرا ويشوت انا شفت انه هو هدف رائع هدف يستحق انه هو يكون واحد من اجمل اهداف كاس العالم المنتخب السعودي زي ما قلتلك قدم ملحمة اسطورية طول وقت شايفين المنتخب السعودي مش خايف من الارجنتين يعني انت بتلعب بند بند انا مش خايف منك احنا شفنا ده مبارح فكرة ان الموضوع مش قائم على الارقام ولا قائم على التواريخ وعدد البطولات احنا شفنا مبارح 11 لعيب قدام 11 لعيب مدرب قدام مدرب خطة قدام خطة والارض هي الحكمة ان احنا نعرف نشحن اللعيبة بالمنظر ده ان احنا نعرف نخليهم يعني الات تزديد بالمنظر ده مع كل الحماس والايمان اللي كانوا بيلعبوا به والقوة والمثابرة وانهم يعني لا فرق لهم بقى انهم بيلعبوا قدام قدام اسامي كبيرة مش فرق لهم ان مسي مثلا دي ممكن تبقى هو داخل المباراة هو عمل في حسابه دي ممكن تبقى اخر مباراة يلعبها مع منتخبه في كاس عالم فنازل يعني مستأت اللي هو كمان فكون ان ده يحصل كله وفي الاخر النتيجة تطلع بالمنظر ده اعتقد ده انا شكل مختلف اكيد طبعا وزي ما قلتلك لعبت الارجنتين نفسها كتحسن المكسب مسألة وقت وحاسين ان المباراة يوفروا المجهود بتاعهم اكتر ليه الماتشات اللي جاية بولندا والمكسيك فهم ما شايفين السعودية اللي هو الماتش المضمون وبتاعها لنا انتغلب ونتيجة كانت مفاجئة جدا وجزء من ده طبعا يتحملوا المدير الفني المتخب الارجنتيني سكلوني اللي غير الخطة بشكل مفاجئ من 4 2 3 1 اللي متعود عليها المتخب الارجنتيني وقدم بها اداء طيب حتى الوداية الاخيرة قبل المونديال كانت على الامارات فوز بربعية او بخماسية تقريبا فانت بتلعب بتغير الطريقة بشكل مفاجئ فهمون جزء كبير من الهزيمة حتى شوط تاني هو ما عدلش الطريقة حتى بعد ما اتأخر بهدف ما عدلش الطريقة وبالتالي استغطرب المباراة وعدم ان انت ما تديش المنافس حقه وان انت بتلعب فاحنا بتشوف كاس عالم بصراحة انا شفت انجاز تاريخ للمنتخب السعودي وكلنا نفخر بيه منتخب عربي وانتمنى ان هو يبقى موجود في الدور التاني ده بكل تأكيد طيب المباراة اللي جاية للسعودية هل الصعب فيه بالنسبة للسعودية مباراة مثلا بولندا المكسيكا تكون اسهل اذا لعبت بنفس الطريقة وبنفس الحماس انت عدد الصعب يعني دايما نقول ايه ماتش في المجموعة الارجنتين اصعب حاجة يعني ولكن خلي بالك انت ممكن تنخدع بكده يعني ممكن لعب سعودية تقول اهو خلاص انا كسبت الارجنتين انا كده كده في الدور التاني فتريح فتريح وده مش مش حقيق يعني انت البولندا والمكسيك فرقتين عندهم بدني كويس جدا 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 انت ممكن تكون كمنتخب سعودي انهقت بدنيا يعني انت تعبت او طلعت كل المجموعة بتاعك في التسعين ديئة بتاعت الارجنتين خلي الباقي الحزيات بنحسب فيه ظاهرة كده مش حقيق اخطى بلكم انها ديئة ديئة طويل جدا انه فيه تقنية جديدة حطو قالك ان حتى الكرة لما تطلع قاوت نحسب ده وقت فتلاقي الماتش 7 دقايق و10 دقايق ومش عارف ايه حتى ما دي الوقت كمان لكل هدف لكل هدف ده كده 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 الهدف بنص دقيقة والتغيير بنص دقيقة اللي تزاد كمان انه اي كرة هتطلع قاوت اي صواب اي حاجة بيحسبوا الوقت زي الباسكتبول بيوقفوا مثلا الساعة الهندبول بيوقفوا ساعة لا انت الماتش شغل وبيحسبوا الوقت اللي ضايع فتلاقي الوقت الضايع كبير فالمجهود البدني اللي بازلوا لعبة المتخب السعودي ممكن يأثر عليهم فيه ماتش بولندا وماتش المكسيك لان الفرئتين دول تحديدا بيقدموا مستويات بدنية خرافية احنا شفت الماتش بتاعهم مبارح 90 ديئة بدني قوي جدا لحد اخر ديئة هجمات من هنا وهنا ولولا تقلقوا الحارسين الحارس الاستوري للمكسيك اوشوا والحارس بولندا تشيزني حارس مارمال يوفي اللي اتنين تقلقوا بشكل كبير جدا اوشوا تحديدا وتصديل لضرب الجزاء من مهاجم بارشلونة روبرت ليفاندوفسكي انا شفت انه حارس وخد احسن جايزت احسن لعفة المبارح حارس من الحراس الكويسين جدا حارس من الحراس اللي ممكن يشكل عائق من المنتخب السوائي انتم ممكن كمنتخب السودي ما تدارش يتسجل في اوشوا فالمنتخب من الكسيك حظوظه عالية جدا بولندا فرطت في ثلاث نقط مهمة جدا ليفاندوفسكي جات لكورة وضياحة وانا اظن انه جزء من ده هو تأثره بالوضع اللي بيمر بي ندي برشلونة هو برشلونة متصدر دوري الاسباني ولكن خرجت من دوري ابطال اوروبا الوضع مش هو ده الطموح اللي كان مستنين نادي برشلونة وغرج الخرج من بيرني مونخ كان بينفس على مستويات عالية جدا في دوري الابطال ولو ما زال موجود في دوري ابطال اوروبا بيرني مونخ في المقابل انت رحت لمشروع برشلونة وغمرت واه متصدر دوري ولكن دايما الطموح في برشلونة انت تبقى متقدم وازالك هو كده كده في تغريدة بعد المباراوعة تظهر للشعب البولندي عن ضاعة ركلة الجزاء وقال له ان شاء الله المرشدة الجاية تبقى أفضل لنا طيب احنا كان قدامنا مبارح 633 يورو مليون يورو قدام 27 مليون يورو ملعبوا قدام بعض قيمة تسويقية لمنتخب قدام منتخب 27 مليون يورو أو 27 ونص يعني مليون يورو أو يزيد حيلعبوا المباراة الجاية نقصين اتنين القائد المنتخب بعد صابته في كتفه وتأكيد الإصابة والشهري طبعا مبارح يعني شفنا قد ايه حصل الإصدام معاه وتم اعلام برضو انه عنده يمكن إصابة في الكسر في الفك فشهري بالذات يمكن ملوش بديل هو دايما كان بيتم الاعتماد عليه في الفترات اللي فاتت مقايا كان مع المدرب في المنتخب مين ممكن يكون رونار حطه في مخه يمكن رونار بقليلو حظ من اسمه الثعلب الفرنسي يعني حيشوف له بديل بحيث انه هو يفضل محافظ على نفس المستوى ونفس الأديل طيب هو دايما الماتشاط الإصابات اللي بتبقى مفاجئة دي بتبقى بتربك حسابات المدربين يعني بتبقى انت داخل انت عارف ان الحداشر دول هما اللي هيبدأوا بشكل أساسي سواء على مستوى حرصة المرمى من أول حارس يعني الحد قدام فدائما اللي اصابات بتربك حسابات المدربين مش كل المنتخبات عندها البديل بنفس القوة وبنفس الكفاءة يعني انا بشوف مثلا افضل او اكتر منتخب عنده دكت بودلاء بنفس مستوى الأساسيين هو المنتخب الفرنسي وممكن هنتكلم عنه كمان شوية مش شرط ان كل المنتخبات تبقى عندها نفس البديل بنفس الكفاءة عايز الاول قبل منسى اشيد بحرس المنتخب السعودي محمد العويس حرس الهلال اللي قدم مباراة مبارح واخد رجل مباراة وقدموا تصديات عظيمة جدا ولكن هو اللقطة بتاعة الاصابة دي يمكن بعض الجماهير زعلانة من تدخل بتاعه ويمكن من اللقطات اللي محدش ياخد باله منها كتير دي مش اول مرة حرس سعودية تسبب اصابة زميل ليه عملها من حوالي سنة مع المدافع تنبكتي قلب الدفاع وقدر ان هو للأسف ان هو خبط فيه وتسبب له رغم ان ده حصل على رجل مباراة حصل رجل مباراة خسرهم لاعب يعني خسرهم مش رهراني لعب مهم جدا في تشكيلة المنتخب السعودي خسرهم لكن ما تدرشت لهم لانه هو التحام في كرة القدم طبيع جدا فانا اتمنى انه يكون هيرفري نار عنده البديل المناسب اللي يقدر من خلال المتشط الجاية يقدر يتصدلي وانا اظن انه المشكلة المنتخب السعودي مش تبقى دفاعية قد ما هي هتبقى مشكلة في تسجيل الاديف انا اتصور المنتخب السعودي عنده منظومة دفاعية كويسة جدا اتمنى انه هو يحافظ عليها قدر الامكان في المباراة اللي جاية كده هيلعبنا اصلاح في الوارد امام بولندا والمكسيك